ما زالت سنجار تعاني من فراغ أمني وإداري بل إن الأوضاع في القضاء تدهرت أكثر مما كانت عليه في السابق هذه هي محصلة شهر الأول من تطبيق اتفاق سنجارة بين السلطات في بغداد وأربيل مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردساني أكدوا أن مليشيات الحجد ومنظمة حزب العمال الكردسانية جلبوا المزيد من مسلحهم إلى سنجارة على الرغم من الاتفاق الذي ينص على خروج جميع القوات غير النظامية منها تمهيدا لتمكين النزحين من العودة إلى منازلهم في القضاء لا سيما أن نحو أربعة أعوام مرت منذ انتزعت السيطرة على القضاء من قبضة مسلح تنظيم داعش وبنظر إلى الاتفاق الذي أبرم برعاية البعثة الأممية قبل أكثر من شهرين بين بغداد وأربيل بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى قضاء سنجارة فإن أي من محاوره لم ينفذ على الأرض فإداريا لم يتم اختيار قائم مقام جديد للقضاء أو النظر في المناصب الإدارية الأخرى وأمنيا لم يخرج عناصر ميليشيات الحجد أو حزب العمال الكردساني وإنما فعلوا العكس بزيادة عداد عناصرهم وبالطبع إذا كان هذا هو حال المحورين الأول والثاني من الاتفاق فمآل المحور الثالث يمكن التنبؤ به إذ لم تتقدم الإجراءة نحو إعادة العمار في القضاء خطوة واحدة ما يعني أن ثمت إرادة لدى البعض تسعى لإفشال الاتفاق وبحسب محللين فإن إفشال الاتفاق ربما يأخذ أبعاداً إقليمية ترتبط بجيران العراق فبينما تسعى إيران عبر الميليشيات الموالية لها في العراق إلى إحداث تغيير دمغرافي يخدم أهدافها التوسعية فإنها في سياق التنافس الإقليمي قد تدعم في الوقت نفسه وجود حزب العمال الكردساني في سنجار وهو التنظيم الذي تصنفه تركيا ضمن المنظمات الإرهابية وتطالب بإخراجه من العراق كلها وليس من سنجار وحدها ترجمة نانسي قنقر